في قديم الزمان عاش نبي كريم هو هارون بن عمران عليه السلام وهو أخ نبي الله موسى عليه السلام وقد كان يعين أخاه موسى في تبليغ رسالته لبني إسرائيل وخاصة أن هارون أفصح لسانا من موسى فقد دعا موسى ربه أن يجعل هارون نبيا حتى يعينه في دعوته ويعينه في مواجهة فرعون وجنوده فقال رب اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فعندما أغرق الله فرعون ومن معه من جنود وانطلق بني إسرائيل ناحية الطور الأيمن تهيأ موسى عليه السلام للقاء ربه كي يتلقى تعليمات منه فها هو الله قد نصر بني إسرائيل على عدوهم وتكفل لهم برزقهم وطعامهم فأنزل عليهم المن وساق إليهم طيور السلوى فأصبح واجبا عليهم أن يعبدوا الله مخلصين له وأن يتلقوا تعليماته بعد أن نصرهم عندما تهيأ موسى عليه السلام للقاء ربه اجتمع بأخيه هارون قال موسى عليه السلام يا هارون إني أوصيك ببني إسرائيل أمكث معهم ولا تتركهم وحافظ عليهم ولا تسمح لهم بأن يتفرقوا أو أن يبدلوا في دين الله شيئا أجابه هارون عليه السلام لبيك يا أخي ذهب موسى عليه السلام إلى جبل الطور وبقي هارون مع قومه يرشدهم للخير والصواب وذات يوم جاء رجل منهم يدعى السامري فقال السامري يا بني إسرائيل هل تريدون أن تروا إلهكم؟ نعم 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 ائتوني بما معكم من الذهب فجمع بني إسرائيل ما معهم من الذهب وأخذ يصنع عجلا هذا يعني يا جدي أنه صنع صنما على شكل عجل يهل ضلالهم وكفرهم بعد أن هداهم الله أحسنت يا أحمد ولما أتم السامري صنع العجل أخذ قبضة من التراب من أثر الملك جبرايل وألقاه على العجل فأصبح يصدر منه خوارا فظنه بني إسرائيل إلههم وأخذوا يعبدونه فقال لهم هارون عليه السلام يا بني إسرائيل إن إلهكم الله وليس هذا العجل أتكفرون بالله بعد أن هداكم هذا هو إلهنا وإله موسى ولكن موسى نسي فذهب إلى جبل الطور للقاء ربه ونسي أنه هاهنا فقال لهم سيدنا هارون عليه السلام يا قوم إنكم بفعلكم هذا تغضبون الله الذي أعزكم بعد أن كنتم أذلاء سنظل نعبد العجل حتى يرجع إلينا موسى وإياك إياك أن تنهانا عن ذلك وإلا قتلناك جاء موسى عليه السلام غاضبا على قومه فقد أخبره الله جلت قدرته بما فعل قومه من بعده وأنهم اتخذوا العجل إلها يعبدونه قال موسى عليه السلام لقومه يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ألم يعدكم بالنصر ودخول الأرض المقدسة بلى والله قال موسى عليه السلام فماذا أردتم بعملكم هذا هل أردتم إغضاب الله عليكم ثم التفت موسى عليه السلام إلى أخيه هارون وأمسك برأسه ولحيته بشدة وقال له يا هارون ألم أمرك بالحفاظ على قومك أم أنك عصيت أمري قال هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تمتثل لما أمرتك به فقد أمر موسى عليه السلام أخاه هارون بالحفاظ على بني إسرائيل يدا واحدة فخاف هارون إنه عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بني إسرائيل وبهذا يكون قد خالف وصية أخيه موسى عليه السلام له كان هارون عليه السلام أهدأ من موسى عليه السلام مالكا لانفعاله قليل الغضب وكان يحاور أخاه وتستجيش في نفسه عاطفة الأخوة حتى يهدأ غضبه فلما هدأ الغضب عن سيدنا موسى رفع يديه إلى السماء داعيا ربه أن يغفر له ولأخيه وما هو تصرف موسى عليه السلام تجاه السامري التفت موسى عليه السلام إلى السامري وقال له أما أنت يا سامري فما هي قصتك لماذا فتنت القوم بعد أن من الله عليهم بالهداية فقال السامري رأيت جبرائيل راكبا فرسا وكلما وطئت بحوافرها على موضع اخضر وعشب فأخذت من أثر حافرها وألقيته على العجل وكان ما كان حاول السامري التخلص من فعلته ولكن سيدنا موسى عليه السلام أعلن طرده من جماعة بني إسرائيل فلا يكلمه أحد ولا يكلم أحدا وأمر سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل بحرق العجل وإلقائه في الماء وبهذا قضى على إحدى فتن بني إسرائيل وهكذا كان لهدوء سيدنا هارون عليه السلام الفضل في عدم تفرق بني إسرائيل فقد انتظر مجيء أخيه موسى عليه السلام لأنه يعلم أن أخاه يستطيع إرجاع بني إسرائيل عن ضلالهم وأنهم لا يستطيعون أن يردوا له طلبا بينما لو أنه أجبرهم على التخلي عن العجل سينقسمون ما بين مؤيد له ومعارض إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر